دخول ميناء سنجافورة عند دخول سفينتنا ميناء سنجافورة رأينا مجموعات بشرية من العرات يتجهون نحونا في كشاكيل وهي زوارق صغيرة وكأنهم يهمون بالهجوم علينا من هؤلاء يا ترى؟ في الوهلة الأولى تذكرت هجوم السماسرة على سفن الحجاج وهي تدخل ميناء إسطنبول إلا أنه من الواضح عدم صلاحية هذه الكشاكيل المزرية للركوب إن هذه المخلوقات العجيبة كانوا يسترون عوراتهم المغلظة فقط وبأيديهم قطع خشبية يدفعون بها كشاكيلهم في الماء وعيونهم مصوبة على ركاب السفينة وهنا بدأ كل راكب يخرج محفظته ويرمي ببعض النقود نحو البحر وإذا بهذه المخلوقات العجيبة ترمي نفسها في الماء كالضفاضع لتلتقط النقود التي يلقيها الركاب وكان الواحد منهم يغوص في قعر البحر ويلتقط القطعة النقدية ويضعها بين أسنانه ثم يعود إلى السطح بينما كان آخرون ينتظرون أن يرمي أحد من الركاب كما ينتظر القط الفئران هذه المأساة البشرية الأليمة استمرت حوالي 20 دقيقة كانت السفينة خلالها قد ألقت مراسيها في الميناء صعدت إلى البر وركبت إحدى الريكشات وتوجهت إلى المدينة دخول سنغافورا سنغافورا مدينة صغيرة وجميلة جدا تقع في نهاية شبه جزيرة مالقا أو على الأصح في نهاية أذن آسيا لم أجد في مدخل المدينة منظرا ملفتا للنظر إنه منظر طبيعي وعادي يختص به الشرق جاويون يلبسون فوطات حمراء وملاويون حفات ذو قمصان طويلة والصينيون ذو شعور طويلة ويابانيون ذو قامات قصيرة وهنود ذو أجسام نحيفة مباني المدينة وشوارعها تشبه المدن الأوروبية ولكن النظافة ليست تامة بل تقع عين الإنسان على بعض القاذورات ولا حاجة لأن أقول بأن القسم الأعظم من سكانها هم من المسلمين في الصباح الباكر من اليوم السابع من رمضان عام 1327 كنت في متجر الأخوة عيسى بهائي الهندي المقيم في سنغافورة سأخصص بحثا عن الأخوة عيسى بهائي لذلك فإنني لا أرى الآن ضرورة في أن أتحدث بشيء عنهم ولنحاول إعطاء فكرة عن هذا المكان إنه ليس متجرا بل ممر مستطيل فيه مكاتب صغيرة متصلة ببعضها يجلس فيها أشخاص يرتدون ملابس بيضاء وعلى رؤوسهم طواقي ذهبية تعرف بي توبي إنه منظر عجيب حقا وفور دخولي من الباب سلمت على الرجل الجالس وصافحته ثم سألته باللغة الفارسية عما إذا كان هذا المكان هو متجر عيسى بهائي فلم يرد على سؤالي بل طلب مني التفضل في مكان أشار إليه ولم تمضي ثلاث دقائق حتى نزل علينا رجل من الدور العلوي وسلم علي وعندما رحب بي بالعربية أهلا وسهلا عرفت بأنه الرجل الذي يمكنني التفاهم معه وبعد الترحيب دعاني للصعود إلى الدور العلوي المكان ليس مستشفى وفيه كثير من الأسرة مغطاة بشراشف نظيفة وهو أشبه بدار العجزة وكان واضحا أنه سكن العزاب سألت مظيفي عن هويته فأجاب بأن اسمه فضل حسين وأنه يقوم بوظيفة الإمام وهو شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر ويبدو على ملامحه الفضل والذكاء ولم أجد ضرورة للتعريف بنفسي وذلك لأن السيد عبدالقادر وهو الأخ الأكبر للأخوة عيسى بهائي عرفني بكتابه الذي أرسله من هونغ كونغ وبعد حديث استغرق قدر ساعة استأنسنا ببعضنا ودخلنا في حديث عن الاتحاد الإسلامي وكان مما قلته يا أخي إن كانت هناك طريقة لتخليص المسلمين مما هم فيه من الأحوال السيئة فهي الاتحاد الإسلامي لم أكن أعرف شيئا عن مذهب محدثي ولا أعرف طريقته ومسلكه وكنت أكتفي ببيان رأيي ولقد فاجأني بسؤال عن رأيي في توحيد المذاهب فجمعت أفكاري ثم فكرت قليلا وتأملت وقلت سأذكر لك رأيي في هذا الموضوع كاملا فيما بعد أما الآن فأريد أن أعرف أين سأقيم ثم أخذ فكرة عامة عن المدينة أشار الرجل إلى سريرا وقال هذا السرير خصصناه لك اعتبر نفسك في بيتك وأنا أقيم هنا وإخواننا الآخرون كذلك إنهم رهنوا إشارتك نقلت أحمالي إلى جانب السرير ثم استأذنت السيد فضل حسين بالخروج للتجول في المدينة طفت في أرجائها وألقيت نظرة عامة عليها فيها العديد من المساجد والمضافات والفنادق الضخمة وكثير من المتاجر والمخازن وفيها الحافلات الكهربائية تؤمن الوصول إلى أي جزء من أجزاء المدينة إنها مدينة جميلة وعامرة ناقوس في المسجد رأيت هنا شيئا لم أعرفه ولم أرى مثله على وجه الأرض كنت أتجول في سنغافورا لأول مرة وقت الظهر دخلت مسجدا وكان الناس ينتظرون موعد الصلاة جلست في مكان الأمر المحراب وإذ بصوت ناقوس يطرق سمعي ترددت في أول الأمر لم يكن يخطر ببالي أبدا أن نرى في عصرنا هذا ناقوسا في المسجد أسرعت نحو باب المسجد فرأيت الناقوس الذي كانوا يدقونه أمر غريب حقا وناقوس هؤلاء ليس مثل ناقوس النصارى إنه أشبه بالطبول المستعملة في المعابد البوذية شيء مستدير ومستطيل مثل الدن وقد وضعوه أمام باب الجامع وكل من يبتغي منهم الأجر والثواب يأتي إلى المسجد ويدق الناقوس إن هذه العادة المجوسية غير المشروعة دخلت على بعض المسلمين ولا تزال تعتبر من العبادات عندهم ومن يدق الناقوس قبل الصلاة يعتقد أنه ينال الأجر والثواب وضرب هذا الناقوس يبدأ يوم الجمعة ابتداء من الساعة الحادية عشر وبناء على مشاهدات الكثيرة يمكن للقول بأن كل أمة أبقت عندها من عقائدها السابقة شيئا خلطته بعقيدتها الجديدة والأمثلة على ذلك كثيرة ففي دار الخلافة إسطنبول توضع قناديل عند المقابر وترانيم المؤذنين في المساجد كلها جاءت من الأرثوزوكسية ودخلت على المسلمين ولا تقتصر هذه الأمور على العصور المتأخرة بل يمكن أن يستشفى على وجودها من الأحاديث التي رواها كعب الأحبار وغيره من الصحابة الكرام كان أكثر المنتظرين في المسجد من الجاويين وكنت أرى وجود عدد من الصينيين والملاقيين واتضح لي من الصلاة بأن الإمام شافعي المذهب وبعد الصلاة توجه الجميع لتقبيل يد الإمام ومصافحته أنا بدوري توجهت إليه وسلمت عليه وصافحته ومع أن الإمام لا يزال في مقتبل العمر فإنه يبدو عليه حسن الخلق ولقيت منه كل الاهتمام والتكريم وبعد أن عرف من أكون وعن جهة قدومي دعاني إلى غرفته الملاصقة للمسجد فتحادثنا هناك حتى حان وقت العصر وحصلت منه أثناء ذلك على بعض المعلومات عن سنجافورة وسكانها وفي تلك الليلة أفطرت على مائدة الإمام سنجافورة وسكانها سنجافورة أو سنجابور اسم مركب من كلمتين سنجا كلمة تعني بلغة الملايو رأس وكلمة بور تعني مدينة وهي بلغة الكجرات وهذه المدينة تقع على رأس شبه جزيرة ملقة لذلك قيل عنها بأنها مدينة الرأس هواؤها طيب جدا لقربها من خط الاستواء لقد كانت في الأصل جزيرة صغيرة وخالية وتابعة لإمارة جوهور أهداها حاكم جوهور للإنجليز قبل ثمانين عاما ليتخذوها مستودعا للفحم ولكنها تحولت خلال وقت قصير إلى مدينة عامرة وأصبحت ميناء تجاريا كبيرا في بداية الأمر كان وضع الإنجليز مؤقتا ولكنهم تسلطوا على شعب ملقة وأصبحوا حكاما على تلك البلاد وشعوبها وسكان ملقة الأصليون مالويون أو ملاقيون وكلهم مسلمون وبعضهم جاويون قدموا من جزر جاوة واستوطنوا سنغافورا وقسم منهم آشيون قدموا من سومطرة كما أن فيها بعض العرب والهنود والإيرانيين والصينيين واليابانيين ومن جزر المحيط الهندي فهي بحق مدينة إسلامية وأكبر المتاجر في سنغافورا يملكها مسلمون والاستيراد والتصدير بيد المسلمين كما أن المسلمين لهم اليد العليا في السوق وأكثرهم من الهنود والعرب السيد عمر السقاف والسيد كاف وهما من العرب ومن أصحاب الثروة والمال فعمر السقاف من التابعية العثمانية ومن أهالي جدة وقد رحل أبوه وعمه قديما إلى جزر جاوة ثم اختارا سنغافورا للإقامة واشترايا كثيرا من العقارات فتحولت هذه الأراضي والعقارات إلى نقود وهما يتاجران بالقطن والرز والفلفل وغيرها كما أن السيد عمر السقاف بالإضافة إلى نشاطه التجاري ترد إليه ثلاثة وثلاثون ألف روبيا كل شهر من عقاراته المؤجرة سمعت هذا من التجار المعروفين هناك أما السيد كاف فهو أكثر غناً ويملك مساحات كبيرة من الأراضي في جزر سومترا وبرنيو وهو من سادات حضرموت جاء إلى هذه البلاد وأقام فيها وفيها كثير من الحضرميين وسادات كرام من الحجاز ومن العرب الآخرين جدوا واشتهدوا حتى صاروا من أصحاب المال والثروات كانت الليلة الثامنة من شهر رمضان المعظم حيث أفطرت في منزل السيد عمر السقاف وكان عدد السادات فقط بين الحاضرين أكثر من ستين وبعد الإفطار ألقيت كلمة دعوتهم فيها لليقظة والعمل من أجل مستقبل أفضل للمسلمين كما أنني أعربت عن أملي بأن يكون أحفاد الرسول قدوة للعوام وتطرقت إلى موضوع الاتحاد الإسلامي مبينا بأنني نزلت ضيفا عند الشيعة مستهدفا تحقيق هذه الفكرة كان أكثر الحاضرين ممن لا يعرفون شيئا من أمور الدنيا والآخرة وهؤلاء السادة الكرام الذين لم يسمعوا مثل هذا الكلام قط سمعوا ذلك من رجل غريب مثلي وفي مقام نصح فكان له وقع كبير جدا كانت كلمة مختصرة ولكنها لقيت استحسانا من الحاضرين وخاصة مضيفنا السيد عمر السقاف حيث قام وشد على يدي وشكرني وعقب قائلا إننا لم نسمع مثل هذه الخطبة قط ولا شك بأنها تركت أثرا كبيرا وإن لم يكن مباشرا وعلى أقل تقدير ستكون سببا لنذكرك وأكرر شكري لك الإخوة عيسى بهاء ومتاجرهم هؤلاء في الأصل من مدينة كثيرة أو سورت القريبة من مدينة بومباي الهندية ولقد أخبرني التجار الإيرانيون في خانكان بأنهم من أكبر التجار الهنود وهم خمسة إخوة يتناوبون على العمل في متاجرهم المنتشرة في بلدان كثيرة وأكثر عمالهم من أقاربهم أو على الأقل من أتباع المذهب الذي ينتسبون إليه فهم يشترطون ذلك على العمال ولهم ممثلون في اليابان في يوكوهاما وكوبي وأوساكا ونقازاكي وفي الصين في شانجهاي وخانكان وخانكاو وكانتون ونانكين وفي ملقة في سنجافورة وبنانج وفي الهند في كالكوتة ومدراس وكولومبا وبومباي ودهلي ولهم فروع في زنجبار بأفريقيا وفي عدن والحديدة ولا شك بأن هناك مدن أخرى لا أعرفها لهم فيها فروع إن كل واحد من هؤلاء الإخوة الكرام يتكلم اللغات اليابانية والصينية والملاوية كما أنهم يتكلمون ويكتبون باللغة الأردية والكجراتية وبعضهم يجيد اللغتين العربية والفارسية وأخوهم الأصغر في شانجهاي يعرف الإنجليزية قراءة وكتابة وكلهم شديدوا التمسك بالدين حتى أن عدد العمال في فروعهم إذا وصل العشرين يعينون لهم إماما للصلاة بهم كما أن لهم مساجد خاصة في بعض المدن ومنها مسجدهم في سنجافورة إن هؤلاء الناس هم من الإسماعليين البهرة وقد عرفوا بين الناس بالهمة والكرم وأنا الآن ضيف في متجرهم بسنجافورة والإمام الذي كلفوه بأمري مجهول فلم أجد فرصة للتحدث معه لقد أنضيت يومين في التجول داخل المدينة وفي اليوم الثالث عدت إلى متجر عيسى بهائي وتحدثت مع الإمام المذكور وهو رجل يجيد العربية والفارسية كما إنه يتقن اللغة الإنجليزية وقد أخبرني عن وجود كتب بالإنجليزية تتعلق بأمور مهمة جدا وأبدأ سفه لعدم وجود كتب من هذا النوع عند المسلمين سألته وما هي المسائل التي تتضمنها تلك الكتب التي نفتقر إليها قال كثيرة جدا فنحن مثلا لا نملك معلومات عن مسلمي الهند ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم كما إننا لا نعرف شيئا عن وجود مسلمين في سيبيريا وعن أحوالهم وطراز حياتهم إننا نحصل على هذه المعلومات المتعلقة بالهند من الإنجليز نتعلم من الكتب الإنجليزية كل شيء عن الهند وأقول بصراحة أكثر بأننا نضطر إلى تلقي قسم من المعلومات عن ديننا ومذاهبنا من الكتب الإنجليزية الحق معك ولكن رأيي أن مثل هذه الأمور ليست ذات أهمية كبيرة اصبر حتى أوضح لك الأمر إنني اليوم أريد التعرف على الوضع في إسطنبول التي هي مرجعنا الديني ومن هم حكامها الحاليون خلال الأعوام الثلاثين الماضية عرفنا شيئا عن السلطان عبد الحميد خان أما الآن فلا نعرف شيئا ثم إننا لا نملك أي معلومات عن تركستان ومسلمي الصين وأظن أنهم مثلنا لا يعرفون شيئا عننا وهناك أمور أخرى كثيرة أضطر إلى تعلمها من المصادر الإنجليزية ولكنني لا أقتنع بها لكنها تعكس وجهة نظري المنصرين ولا أجد مصدرا في اللغات التي نعرفها إن الشباب خاصة لا يعرفون شيئا عن مثل هذه الأمور وإذا ظهر بين الناس أخ مثلك فإننا نفرح من كل قلوبنا ومن النادر أن تجد رحالة مثلك فأكثر القادمين إلى هذه الجهات يأتون للتسول أظن بأن كل هذه هي أمور سهلة وحلها بأيدينا إنها أمور بسيطة أما الذي يجب علينا أن نفكر به فهو مستقبلنا أما الماضي معروف وعلماء الإسلام لم يهملوا أي شيء من شؤوننا وهناك آلاف الكتب والرسائل المؤلفة عن الهند وإن تراجم الرجال التي ألفها علماؤنا لن تجد مثلها في أي أمة أوروبية إن عدد أهل الإيمان في شتى أصقاع الأرض يشهد كل يوم على ماضينا بلسان حاله ومقاله أما مستقبلنا فكن على ثقة بأن الملايين الأربعمائة الموجودين على سطح الكرة الأرضية متواجدون منذ ألف وثلاثمائة عام ولا ينقرض هؤلاء خلال قرنين أو ثلاثة كما يتصور أعداؤنا إن مسلمي تركستان يعرفون الهند جيدا فالمسلمون المقيمون في تركستان الصينية وولاية يديسو يذهبون إليها كل عام عبر التبت وكشمير سيرا على الأقدام وخلال خمسين يوما يصلون إلى بومباي وقسم منهم يصلون إلى بومباي في ثلاثة شهور عبر طريق مزار شريف وأفغانستان وبشاور وهناك أشعار عن هذه الطرق باللغة التركية لا أتذكرها بالترتيب سأذكر بيتين منها وهي أشعار شعبية وعامية ذكرت له بعضا منها وترجمت له معاني هذه الأبيات حقا إنها رائعة أرجو منك أن تمليها لي وهل يأتي هؤلاء كل عام طبعا طبعا هذا ما بقي في ذاكرة وفيما عدا ذلك فإننا نعرف بأن القوافل التجارية حتى عام 1163 من الهجرة كانت تنتقل بين سيبيريا وقولجة وكاشغر ومدني كشمير ومدراس الهندية فالطاقية التي تلبسها الآن على رأسك جاءت من بلادنا إن هناك ترابطا كبيرا بين أزيائنا وأزيائكم والفرق بينها من ضرورات المناخ نحن نلبس الملابس السميكة وأنتم تلبسون الملابس الرقيقة ولكن الشكل واحد إن كان هناك تقصير منا فهذا يرجع إلى عدم معرفة أنفسنا يا أخي ورغم أنك ذكرت بأنك عرفت عن المذاهب من المصادر الإنجليزية إلا أني لا أرى أمة يتعرف أفرادها على بعضهم من قرب وبالمشاهدة مثل المسلمين إن مئات الآلاف من المسلمين يجتمعون كل عام على صعيد عرفات يتعانقون ويتصافحون فهل هناك وسيلة للتعارف أحسن من هذه الوسيلة؟ وبينما كنا مستغرقين في الحديث إذ دخل علينا رجل وقال حان وقت الصلاة لنذهب فقفز الإمام من مكانه وقال لي إن سمحت لي أذهب وأصلي وأعود إليك فورا قلت لنذهب سوية أظهر الإمام شيئا من التردد ولكنه تراجع أمام إصراري وتوجهن معا إلى المسجد هل يمكن للسني أن يقتدي بالشيعي؟ لم يخطر هذا الشيء على بالي أبدا لم أتذكر بأنهم شيعة حتى وصلت المسجد رأيت الناس يتوضؤون وعندها تنبهت لذلك فجأة ولكن لم يكن من المناسب أن أخرج من المسجد لم يكن بد من أن أصلي معهم خطر على بالي وضوءهم وصلاتهم وشعرت بالقلق من موضوع المسح على الرجل ولكنني قبلته أخيرا لكونه من الأمور الثابتة بالقراءة المتواترة وترددت في موضوع الصلاة حينما تذكرت الكثير من شروط الإمامة ثم تجاوزته قائلا لو كانت لهم شروط فهي مطلوبة عندنا أيضا ومع ذلك فلم يطمئن قلبي أردت أن أصلي الفرض قبل الصلاة معهم متظاهرا بأني أصلي تحية المسجد وسألت الإمام هل عندكم تحية المسجد؟ قال نعم وعند دخول المسجد نويت مع تحية المسجد فرض الظهر ورأيت الناس جميعا يصلون تحية المسجد ثم كان الأذان والإقامة معا لاحظت قول المؤذن حي على خير العمل بدل حي على الفلاح فشعرت بشيء من الانزعاج وتقدم الإمام ليس هناك محراب بل تقدم الصف الأول بمقدار إصبع أو إصبعين أدين الصلاة لم أجد فيها ما ينكر عليه وبعد برهة قصيرة أقيمت الصلاة مرة أخرى وقمنا لصلاة الفرض للمرة الثانية وفي هذه المرة لاحظت في الإقامة قول الله أكبر مرتين وليس أربع مرات ولكن لم أعرف أي صلاة سنصليها فكرت وتذكرت بأن الشافعية يجمعون الصلاتين قلت لابد أننا نجمع الظهر والعصر وهكذا اقتديت بالإمام بنية صلاة العصر ثم صليت ولكن مع شيء من عدم الإطمئنان الحالات النفسية عند الناس غريبة حقاً لقد تحدثت مع الإمام فضل حسين وعرفت عقيدته ومع ذلك فقد ترددت في الاقتداء به كلنا مسلمون وديننا واحد ومع ذلك فإننا في لحظات مهمة نقف فيها أمام رب العالمين نشعر بعدم الثقة وبحقد وعداوة وبغضاء تجاه بعضنا لقد أصبحت هذه الحالة طبعاً تورثناه عن آبائنا وأجدادنا وبعد العصر تجولت قليلاً بصحبة الإمام وشاهدنا أماكن التنزه في المدينة وقرب المغرب عدنا إلى المسجد واجتمع الناس وبعد الأذان تناولنا إفطاراً خفيفاً وصلينا المغرب ولم تمضي عشرون دقيقة حتى أقيمت الصلاة مرة أخرى فصلينا العشاء وبعد النوافل بدأ الذكر والدعاء والتهليل واللعنات وهنا حدثت أشياء مزعجة إنهم خدعوا المساكين من المسلمين فجعلوا اللعنة عبادة قال علماؤهم واتبعهم العوام إنهم بدلوا التسبيح والتهليل باللعنات مئات المرات أو الآلاف إنهم يتعبدون باللعنة على أناس قضوا قبل 1300 عام أي جهل هذا؟ لقد ندمت على المجيء إلى هذا المكان ولكن استفدت أيضاً فلم أكن أعرف هذه الحالة كنت أعتبر أموراً أقل مما رأيته هنا من قبيل التحامل والمبالغة فلو سمعت من أناس آخرين أو قرأته في كتاب لما صدقت على كل حال اخترت السكوت وسمعت كل هذه اللعنات الإفطار عند البهرة وبعد أداء صلاة العشاء نزلنا إلى الدور السفلي لنجد مائدة عامرة فأفطرنا وهنا لفتت نظري عادة لم أستسغها ومع ذلك فقد تكون عادة مستحسنة اجتمع الناس حول المائدة مشكرين حلقة ثم وضع الخبز أمام الإمام فاقتطع الإمام حصته من الخبز ثم وزع قطعاً أخرى على الحاضرين وقدمت الأطعمة وعلى كل طعام ورقة كتبت عليها بعض الكلمات التي لم أتبينها وكان الإمام يأخذ تلك الورقات ثم يمد يده إلى الطعام حاولت أن أقرأ الورقة فلم أستطع كما إنني لم أجرؤ على سؤاله وبعد الطعام قال أحدهم آمين عندها رفع الإمام يده للدعاء وبدأ يقرأ أسماء من تلك الأوراق فأهدينا ثوب الطعام الذي أكلناه لأرواح أولئك وهذه أيضاً عادة ولعلها مستحسنة ولكن العوام يعتبرونها من قبيل الأوامر الدينية بل ربما يرون أن هذا هو الإسلام حتى مسلمو روسيا عندهم مظاهر كثيرة لا علاقة لها بالدين أبداً وصارت بمرور الوقت عادة دينية ومن هذا القبيل ما يترنم به بعض الخطباء في إسطنبول بأصواتهم المنكرة على المنابر وفق المقامات من عشاق وحجاز وبيات وغيرها فصارت هذه الترنيمات ملحقة بالعادات الدينية وليس ذلك بجديد إمام البهرة توجد طائفة وقبيلة تستوطن في جهات كجرات بالهند تعرف بالبهرة وكلمة بهرة تعني باللغة الهندية التاجر وإذا قلنا إنه اسم على مسمى فهو ينطبق على البهرة تماماً إنهم أمهر المسلمين في التجارة ليت كل المسلمين مثل البهرة وقد دخل هؤلاء في الإسلام منذ عهد قديم ويعترفون بالإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق رضي الله عنهما ويسمى رئيسهم بالداعي إلى الله وكان يقيم في مدينة بومباي ثم اختار الإقامة في مدينتي سورت وأحمد أباد أما الآن فهو في مدينة سورت وحب البهرة لبعضهم لا تجد له مثيلاً في أي قوم من الأقوام مبدأهم هو الحب في الله ومع ذلك فقد تشعب مذهبهم كثيراً مثل الداودية والإسحاقية والفرق الباطنية الإسماعيلية ويدعون بأن أسلافهم من الفاطميين وأنهم هاجروا إلى اليمن في القرن السادس الهجري عندما انقرضت الدولة الفاطمية ثم هاجرت مجموعة منهم إلى الهند ودعت المجوس هناك إلى الإسلام فكان لهم سبق الفضل في اهتداء كثير منهم منهم فرقة الزيدية في اليمن وهم أتباع إسماعيل بن قاسم الذي أصبح إماماً في العام الألف ومئة وهو الذي أضاف إلى الأذان جملة حي على خير العمل وملا علي أحد أكابر البهرة مدفون في مدينة كامبات قرب كجرات وأكرر القول بأن الشيء الذي أغبطهم عليه هو التعاون والتناصر بينهم ولو كان كل المسلمين مثل هؤلاء في التعاون والتناصر لدانت لهم الدنيا بأجمعها إلا أن أصحاب المذهب الأخرى يدينون بعكس ما يأمرهم به دينهم أسف عليهم مئة مرة إن البهرة متواجدون في عموم الهند ولقد اشتهروا بالتجارة والتعاون ويحبون الدقة والنظام في الشؤون المالية والإدارية شددوا التعصب لدينهم ومذهبهم ويحافظون على سرية تعاليمهم منذ القدم وإلى يومنا هذا ومع ذلك فهم شيعة مسلمون ولهؤلاء إمام خاص في كل مكان يعيشون فيه وإمامهم في سنجافورة هو فضل حسين أفندي كما ذكرت سابقا إنه شاب متفتح الذهن وجرت بيننا أحاديث كثيرة سألني خلال أحدها عن رأيي في توحيد المذاهب ولما كرر السؤال في وقت لاحق بديت له رأيي على النحو التالي يمكننا أن نقول بأن مسألة توحيد المذاهب هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا نحن المسلمين ومع ذلك فإن توحيد المذاهب يجب أن يسبقه توحيد الأفكار واتباعا لقاعدة الأهم فالمهم سأقول بضع كلمات تتعلق بتوحيد الأفكار لأن توحيد الأفكار يمكن أن تكون مقدمة لتوحيد المذاهب إن تعداد المسلمين اليوم على وجه الكرة الأرضية يبلغ أكثر من ثلاثمائة مليون دينهم واحد ولكن مذاهبهم شتى وقد تشعبوا إلى مئات الفرق ولا يزالون يتشعبون وتتباعد أفكارهم لذلك فإننا إذا وفقنا في توحيد الأفكار فقد يأتي يوم يكون فيه توحيد المذاهب هو الهدف المشترك لجميع المسلمين إن المسلمين يعيشون اليوم في غفلة لقد ضربت عليهم المسكنة وهم إلى المصائب يندفعون فواجبنا وواجب كل مسلم أن ينبه أولئك المساكين من المسلمين ويشدهم نحو الحياة وينفخ فيهم الشعور بالمقاومة من أجل البقاء وإن الوحدة هي السبيل لتحقيق ذلك والعلماء هم الذين تقع عليهم المسؤولية إنني وأنا أنظر إليك اليوم أراك في حالة يأس شديدة وكأنك تحس بمرضا شديد كما إنك تستشف مصدر هذا المرض ولكنك لا ترى أن لديك قوة تدفع بها هذا المرض إنك في قلبك تمتلك الرغبة في الدفاع وهذه الرغبة تدفعك لأن تستمزج رأيي في مسألة توحيد المذاهب إن شعورك هذا يجعلنا نؤمن بأننا نملك استعدادا لتوحيد الأفكار بل إننا نؤمن بأن قلوبنا متحدة وإنني أرى أن الفرقة أمر عارض وإنني على يقينا في أنها ستنقلب أخيرا إلى وفاق ومما لا يمكن لأحد أن ينكره هو أن الفرقة هي السبب الوحيد للمصائب المهلكة التي يتعرض لها العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر وإذا بقي هذا الوضع المؤسف سائدا فلابد أن نعترف بأن مصيرنا سيكون الإنقراض والفناء علينا أن لا نخضع أنفسنا ولا نكون ضحية التعصب إن الموت برجولة أهول من العيش الذليل وإن الدفاع عن أعراضنا وشرفنا ضد الأعداء الذين نتعرض لإهاناتهم وتحقيرهم في كل مكان أولى من الشعور بروح الانتقام من رجال ماتوا قبل 1300 عام أليس من الأفضل لنا أن نقاوم الذين يهددون حياتنا من أن نلعن رجالا قضوا منذ 1300 عام فضل حسين فهمت كلامك ولكن اللعنة أمر شرعي فإنك إذا أمعنت النظر إلى النص القرآني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فلن تقدر على إنكار وجوب اللعنة على قتلة الحسين وأضرابهم لا أرى مجالا للنقاش وما بعثت لعنا قول نطقه من وصفه ربه بصاحب الخلق العظيم وإطالة الموضوع يخالف مقاصدنا وكتفيت بهذا القدر من الرأي ولو قلت أكثر لطال الكلام ولما تحملت القلوب لقد تبينت المقاصد واستطعت إبداء رأيي فيما أريد كما أبدى فضل حسين تفهما واختار الاحترام والتوقير مع أن بوسعه أن يعترض على ما قلت جوهور في شبه جزيرة ملقة سبع أو ثمان إمارات إسلامية أشهرها إمارة جوهور ومقر حكومتها هي مدينة جوهور وهي على مسيرة ساعة من سنجافورة وذات يوم توجهت لزيارة هذه المدينة وهي وإن كانت إمارة صغيرة ولكنها أرقى إمارات شبه جزيرة ملقة وأكثرها تطورا حاكمها السلطان إبراهيم أبو بكر شاب يستحق الإعجاب والتقدير فهو وإن كان تحت حماية الإنجليز إلا أنه يبذل جهودا كبيرة في تنظيم شؤون البلاد الداخلية ويظهر كفاءة جيدة في حسن الإدارة لقد استطاعت هذه الإمارة الصغيرة أن تمد الخط الحديدي وتؤسس بريدها وتسير سفنها ومدنها روعة في النظام والنظافة حتى الأرياف لا تخل من النظام فتقسيم الأراضي وأصول الزراعة وغيرها تدل على أنها بلاد متقدمة والسلطان إبراهيم يجيد الحديث باللغة العربية وعلمت أنه يجيد اللغة الإنجليزية أيضا ومع ذلك فإن هناك موظفا إنجليزيا واحدا هو البلاء المبرم بعينه إلا أننا لا ننكر بأن هذه الإمارة تتميز عن سائر الإمارات الأخرى تميزا واضحا بالرغم من أن جميعها تحت الحماية البريطانية فإمارة باهنك يحكمها رجل عالم وفاضل اسمه أحمد معظم شاه ولكنها نموذج لإمارات القرون الوسطى أما سيلانغور وبيراك وترينكانو وكلانتان وبتاني وكادح فإن سكانها وأمراءها في تأخر شديد وهي تتبع إمارة كوهستان وصلاتهم بالسواحل قليلة أما علاقتهم بالأمم المتحضرة فإنهم لا يجدون أمامهم سوى المنصرين أولئك الملعونون الذين يتجولون في المدن والقرى ويتسلطون على الناس وأينما سرت تجدهم أمامك وبالرغم من ذلك فإننا نشكر الله على أن جهود هؤلاء مع المسلمين تبقى عقيمة إنهم افتتحوا العديد من المدارس ولكن عدد الذين تنصروا من المسلمين لا يكاد يذكر ومع ذلك فلا ينكروا بأنهم نجحوا في إفساد الأخلاق إن أكثرية الناس في هذه البلاد مسلمون إلا أن عددا قليلا من أتباع البوذية يقيمون في كلانتان وفي بتاني المجاورة لسيام وفي جوهور كثير من عربي حضر موت وفي مدينة بنانج يزداد عدد العرب وهم يسكنون في حيا خاص بهم ولهم جمعيات خيرية ومدارس وفيهم رجال من أهل الثروة والمعرفة القنصل العثماني في سنغافورا لا يوجد قنصل عثماني في سنغافورا في الوقت الحالي وكان من الواجب أن يكون هناك على الأقل قنصل فخري ومع أنه لا ينتظر من قناصلنا أن يقدم أي خدمات في الوقت الحالي إلا أنه يكفيهم أن يحافظ على الرابطة المعنوية وقد يأتي يوم يقيد الله فيه قنصلا يقوم بخدمات طيبة فقبل سنوات كان في سنغافورا قنصل عثماني وبالرغم من أن منصبه كان رسميا إلا أنه استطاع بإسم الراية العثمانية التي يمثلها أن يكون له نفوذ لدى مسلمي الملايو كما كان السبب في اهتداء كثير من المجوس إلى الإسلام وإن الكثير ينسبون التطور في إمارة جوهور إلى أعطاء الله أفندي الذي كان يتولى منصب القنصل العثماني وهنا حديث شائع أنه لو كان هذا الرجل حيا لأصبح مسلمو سنغافورا منافسين للأوروبيين في التجارة هذا القول سمعته من كثير من الناس لقد كان لعطاء الله أفندي سبق خدمة لهذه البلاد وعرف أنه كان يجيد لغات الملايو وجاوة والعربية والإنجليزية فكل المسلمين في سنغافورا وملقى وجاوة يذكرون عطاء الله أفندي بالخير ولو كان لنا هنا قنصل لكان لذلك الأثر الكبير في تقوية الروابط بيننا وبين مسلمي هذه البلاد حيث يعيش كثير من العرب من رعايان الطيبين ولو عيننا واحدا من هؤلاء قنصلا فخريا لكفى اسمه لتحقيق ما نصب إليه ويكفي أن تغفق راياتنا المباركة يوم الجمعة ليكون لها تأثير معنوي على المسلمين وهذا في الحقيقة لا يعجب الإنجليز ولقد ثبت أن عطاء الله أفندي قتل من قبل الإنجليز في حين أن للإنجليز قنصل يمثلهم في كل ولاية من ولاياتنا وهذا يقتضي أن يكون لنا قنصل في سنغافورا وهي من المستعمرات الإنجليزية وإذا تعذرت عين قنصل رسمي فلا أقل من أن يكون لنا ممثل فخري إن عطاء الله أفندي منحت له الصفة الرسمية في عهد السلطان عبد الحميد الأصول العرقية أثبتت الدراسات أن أقوام الملايو وجاوة هم عنصر مزيج من الصينيين والهنود وأهل الملايو هم أكثر شبها بالهنود كما إن ملامح الجاويين تميل إلى الصينيين بالإضافة إلى أن أقوام الملايو يكتبون لغتهم بالحروف العربية أما الجاويون فيكتبون بحروف قريبة من الهيروغليفية وهذا يؤيد ما نذهب إليه وفي لغة الملايو توجد كثير من الكلمات العربية كما أن فيها كلمات فارسية وسانسكريتية دخول الإسلام إلى هذه البلاد هناك روايات شائعة في شبه جزيرة ملقة وفي جزر المحيط الهندي بأن الإسلام انتشر في هذه الديار منذ زمن قريب عن طريق التجار العرب إلا أن ابن بطوطة يبين في كتابه بأنه مر على كثير من الجزر وأن سكانها مسلمون ومتدينون وحسب وصف ابن بطوطة لأجزاء سكان جزيرة مهل أو مهل وهي من جزر المالديف وقوله بأن ملابسهم عبارة عن فوطة وهم حفات الأقدام فإن أهالي هذه الجزر على هذه الحالة إلى يومنا هذا إذن فإن الإسلام موجود في هذه البلاد قبل ستمائة عام حتى إن ابن بطوطة يذكر بالتفصيل بأن بربريا مغربيا اسمه أبو البركات دعا إلى الإسلام في عهد الملك شنوراز ولا شك بأن الإسلام انتشر في تلك الديار قبل ابن بطوطة ولشديد الأسف فإن ابن بطوطة لم يذكر شيئا عن هوية وعهد الملك شنوراز كما يذكر ابن بطوطة اسم جزيرتين إحداهما مهل والأخرى سندابور وليس ببعيد أن تكون مهل هي الملايو وأن سندابور هي سنغفورة ويمكن تفسير القول بأن انتشار الإسلام كان منذ عهد ليس قريب لانتشار العلوم الإسلامية في هذه الديار وشيوعها ومن المحتمل أن السكان كانوا على غرار الصينيين في حالة شديدة من الجهل والغفلة ولقد خدم بعض رجالات العرب العلوم الإسلامية في هذه البلاد خدمة عظيمة ومن أشهر الرجال الذين قدموا خدمات جلة هو السيد محمد صالح زواوي من أهل مكة المكرمة وابنه السيد عبد الله زواوي لا يزال حيا وهو مفتي السادة الشافعية بمكة المكرمة خلال إقامتي في سنغفورة زرت أماكن كثيرة والتقيت بالعديد من الناس وتعرفت عليهم يوجد فيها حوالي عشرين مسجدا خمسة منها معروفة وكبيرة وكلما ذهبت إلى مسجدا من هذه المساجد وجدت هؤلاء أكثر من ثلاثين فقيرا نائمين لقد تحولت المساجد إلى دور للعجزة والمسجد الرابع هو مسجد الجاوة وإمامه اسمه الشيخ أحمد يوسف إنه أرجح أئمة السنة عقلا وفهما وهناك رجل حضرمي اسمه الشيخ علي حيدر وهو من أهل البصيرة ولكن بصيرته سدت بسبب الفقر أعانه الله كم عالم أعيت مذاهبه تعرفت على تاجر اسمه أبو بكر مدني وهو رجل محب لأهل الإسلام كما إنه يكن حبا وارتباطا لآل عثمان وقد وزع صورة السلطان محمد رشاد خان في كل مكان وأخذ على نفسه أن يحببه في قلوب المسلمين جميعا ومن يزور مكتبته يقدم له صورة الخليفة ويوصيه بحبه وكأنه قد تعهد القيام بهذه المهمة التقيت بهذا الرجل عدة مرات وهو عربي تونسي الأصل ويقيم في سنجافورة منذ مدة طويلة إن هذا الرجل يرى أن المهمة التي يقوم بها مقدسة ولهذا يجب أن يلقى من الأتراك الشكر والتقدير وكان مما يقول على كل مؤمن موحد أن يعرف السلطان العثماني الذي هو خليفة المسلمين جميعا وأن يحترمه ويعمل على رفع شأن ذلك المقام المقدس ولقد طبع صورة الخليفة في أشكال متعددة ويقوم بعرض الصور على كل زبون يأتي إليه كما يتحدث عن مزايا حبي الخليفة ويورد في ذلك أحاديث كثيرة وبهذه الطريقة انتشرت صورة الخليفة في كل البيوت بجزيرة ملقة وقيل لنا بأن الصور معلقة في بيوت جزر صومترة وجاوة أيضا كل ذلك من لطفي وعناية الله الذي ألقى مهمة القيام بهذا العمل على عاتق أبي بكر أفندي التونسي إن هذا الرجل عثماني ابن عثماني ومسلم ابن مسلم قلبا وقالبا إنه يكن حبا كبيرا وصادقا لسيدنا الخليفة المعظم ولا شك أن عموم المسلمين يشعرون بنفس الحب لصاحب ذلك المقام العالي إلا أن هذا النوع من الحب تجسم بهذا الرجل فهو لا يفتأ يكرر قوله اللهم انصره نصرا عزيزا ويذكر اسم محمد الخامس الطاهر والخلاصة إنني لم أتردد في ذكر هذه الخصلة في هذا الرجل الذي لم أر فيه خصالا أخرى تستحق الذكرى والتسجيل جزر بحر المحيط الهندي الجزر الإسلامية توجد حول شبه جزيرة الملايو جزر كثيرة ويمكنون أن نقول بأن كل سكانها مسلمون وكل جزيرة لها اسم خاص ولكنها معروفة لدى سكانها بجزر جاوة وأشهر هذه الجزر هي سومطرا وسمباس وبورنيو وسلبيس وجاوة وفلبين ويقدر عدد سكانها بأكثر من ثلاثين مليون ويطلق على سكانها اسم أقوام جاوة والملايو وللجاويين لغة خاصة بهم وكتاباتهم قريبة من الكتابة الهيروغليفية أما في الملايو فاللغة التي يتكلمونها هي خليط من اللغات العربية والفارسية والسانسكريتية وأكثر الجاويين يعرفون هذه اللغة ولكن الخطوط التي يكتبون بها هي الخطوط العربية وهناك قسم من الملاويين يطلق عليهم اسم ذايف أو بايف ودين هؤلاء عبارة عن الأسرار والخرافات كالبكداشيين عندنا كما إن لهم لغة خاصة بهم ولكنهم لا يعرفون الكتابة حتى المعاملات التجارية تتم بطريقة الإشارات والعقد بضم العين وفتح القاف بورنيو في جزيرة بورنيو توجد حوالي عشرين إمارة إسلامية أشهرها إمارة بروناي التي حصلت على استقلالها سنة 1325 هجرية ولكنها دخلت أخيرا تحت الحماية الإنجليزية وهناك أيضا سامباس بونتياني نانبهان ماباو سانجاوا تابيان كوتاي بولاولات بوتاجان بولونكان ساتنغان سراوا دايا ريو وعدد من الإمارات الأخرى وأمراؤها مجموعة من الحيوانات ارتبط بعضهم بالهولنديين وأصبح البعض الآخر خدما للإنجليز والحال نفسه في جزيرة سومطرة فباستثناء مأمون الرشيد أمير ديلي والسيد محمد حسين أمير أساهان وعبد الجليل أمير لانكات فإنه لا خير يرجى من الآخرين ومع أن هؤلاء جميعهم رجال شديدو التعصب لدينهم إلا أن الجهل قد غطى على بصائرهم غير أن هناك بعضا من الشباب الذين ينادون بالتبصر في المستقبل ويعملون بإصرار وتفان من أجل إيقاظ أمتهم وفي مدينة بودانج بجزيرة سومطرة تصدر جريدة المنير وتصدر بلغة الملايو صاحباها وناشراها محمد عبد الحميد وعبد الله أحمد بردران فوندق وهما من الشبان الطيبين وهناك شبان طيبون مثلهما يرجى منهم النفع يخدمون الإسلام دون كلل إلا أن عددهم قليل ولكنهم موجودون لقد حصلت على هذا القدر من المعلومات بقدر ما سمح لي وقتي وخلاصة رأيي في هؤلاء المسلمين هي أن الأمل في حياتهم مرجو من الله تعالى إن مسبب الأسباب يخلق الحلول ويقول لها كن فيكون وهذا مما لا شك فيه أما في ميدان العلوم والتكنولوجيا فإن الدولة الفلمنجية أي هولندا التي كانت تستعمر إندونيسيا فلن تسمح لهم بتلقيها بل ستسعى لخنق أنفاسهم إن حضارة القرن العشرين جاثمة على صدور المسلمين المساكين ومما لا شك فيه أن الله سيخلق الأسباب آملوا أن تكون حاجة اليابانيين هي الوسيلة المثلة لنجاة هؤلاء المسلمين المساكين وسيأتي ذلك اليوم إذ أن الجزر اليابانية لا تتسع لساكنها ولا بد أن يضطر اليابانيون يوما للهجوم على الفلمنج ولا يستطيع هؤلاء المقاومة وستكون الجزائر المذكورة أمانة بيد دولة حرة مثل اليابان وبذلك يتحقق السر الإلهي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعندها نقول هذا من فضل ربي ملاحظة لقد حدث أنغزت اليابان إندونيسيا وشاركت بعدها في تشجيع الإندونيسيين على الاستقلال من هولندا استثمرت اليابان الكثير في إندونيسيا وكأن عبد الرشيد ينظر بعين الغيب وله فلسفته التي فرضها زمانه المترجم المسألة الشرقية والجامعة الإسلامية ذكر ذليلنا إمام البهرة فضل حسين أفندي عدة مرات بأنه اطلع على كثير من المؤلفات الإنجليزية حول هذين الموضوعين وإنه بنتيجة المعلومات التي حصل عليها من هذه المصادر فإنه تزايد عنده القلق واليأس وكرر طلبه أن أبدي رأيي حول الموضوع وفي كل مرة كنت أظهر عجزي عن الخوض بمثل هذا الحديث وذات يوم استغل فرصة وجود بعض الرجال عندي وأثار الموضوعين وانضم الحاضرون إليه في طلب الرد مني فاضطرجت أن أبدي رأيي على الوجه الآتي المسألة الشرقية إن هذه المسألة عندنا ليست بنفس الأهمية التي ينظر إليها الأوروبيون وهي تشبه أموال التاركة التي تنتظر إصدار قانون يحدد حصص الورثة ولا يمكن تعيين الأنصبة وتقسيم التاركة إلا بعد وضع هذا القانون ولذلك فإن هذه المسألة لن تكتسب لحد الآن الأهمية اللازمة والواقع فإنه كلما تقدم العلم وزادت المعرفة وتطورت الحضارة زاد الطمع والجشع عند الناس ومع ذلك فإن الدولة التركية لن تخضع للتقسيم العملي بحيث تزول به عن الخارطة تماماً لأن أطماع الدول الأخرى تمنع من الاتفاق على ذلك ولنفترض أن تلك الدول قررت تقسيم تركيا فإن هذا التقسيم لا يؤثر على بقاء الإسلام لأن الله تعالى وهو خالق الأسباب قد تكفل بحماية هذا الدين لذلك فإني لا أرى ضرورة في الحديث حول هذا الموضوع أكثر مما قلت إن هذه المسألة تشكل حياة المسلمين جميعاً وسأتكلم في هذا الموضوع شريطة أن لا ينفذ صبركم لأن هذه المسألة ينبغي النظر إليها من عدة وجوه الحاضرون مستعدون أن نستمع إليك ساعات بل اليوم بطوله كما إننا نرجو منك السماح لنا أن نعرض آراءنا الخاصة في مسألة الجامعة الإسلامية إذن لنستمع إليكم أولاً لا لا نريد أن نستمع إليك أولاً أرى أن مسألة الجامعة الإسلامية مهمة جداً رغم أنه لم يتم فهمها بشكل واضح إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا إلا أن فهمها أمر صعب والسبب الوحيد في عدم الفهم هو تكاسلنا عن طرح هذه المسألة في وسائل الإعلام وقيام أعدائنا بذلك وأستطيع أن أقول أننا لا نجد في وسائل الإعلام الإسلامية من يتناول هذا الموضوع كما يجب وتكتفي صحفنا اليومية بنشر مقالات مقتضبة أما أعداؤنا فإنهم يتناولون الموضوع بشكل يناسب أهلافهم الدنيئة لذلك فإن بعض البسطاء منا يسلمون بتلك الأقوال فتتولد عندهم تجاه مسألة الجامعة الإسلامية نظرة خطيرة ومهلكة ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتجرؤون على تهديد الآخرين بآرائهم إن الجامعة الإسلامية ليست كما يظن الأجانب تحالفا إجراميا يستهدف تأليب المسلمين على النصارى للقيام بهجوم وحشيا على عالم الحضارة لقتل الناس إن الجامعة الإسلامية ليست كدعوة الروس السلافية ولا كدعوة الألمان الجرمانية وليست كدعوة اللجان الثورية الإرهابية الأخرى ومن الواضح أننا نحن المسلمين لن ننظر إلى هذه المسألة بهذا المنظار إن الجامعة الإسلامية عند المسلمين هي الأخوة الدينية التي أسسها الشارع الحكيم قبل 1300 عام وعلينا نحن المسلمين أن نحافظ على هذه الأخوة المشروعة إلى الأبد وأن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا نشد أزر بعضنا البعض إن أية مصيبة أصابت أو تصيب إخوتنا المسلمين في الهند لا بد أن تصيب إخوانهم الآخرين في سيبيريا وتركستان والصين وأفغانستان فكل المسلمين مكلفون بإزالة آثار هذه المصيبة الأقرب فالأقرب فحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتك منه عضوا تداع له سائر الجسد بالحمى والسهر وحديث المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وإلى غير ذلك من الأحاديث التي تدعونا إلى الاتحاد والتضامن أما الآيات القرآنية التي تدعو إلى الأخوة فكثيرة جدا إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ويتبين من هذه الآيات بأن الاتحاد يعتبر من وظائفنا الدينية وإذا كان التعاون والتعاضد والتناصر من الأوامر الدينية لعموم أهل الإيمان وكانت كلمة التوحيد هي أس الأساس في الدين الإسلامي فليس لنا أن ننظر إلى الجامعة الإسلامية نظرتنا إلى الاشتراكية أو الديمقراطية أو الفوضوية أو غيرها من الأنظمة بل إن الجامعة الإسلامية هي من صلب التعاليم الإسلامية ومن مكارم الأخلاق بكل ما في المكارم من معنى وإذا كان معنى الاتحاد هو التعاضد وكان المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده فأي سمو أعلى وأقدس من اتحاد هذا النوع من الناس هذا هو معنى الجامعة الإسلامية عند أهل الإيمان ولا يمكن تصور أي معنى غير هذا المعنى إذن فما الداعي لخوف الأوروبيين من مثل هذه الجامعة إذا ورد مثل هذا السؤال على الخاطر فثقوا بأن سوء الفهم عند الأوروبيين لا يقتصر على هذا الموضوع فحسب بل لقد اختلقوا أسبابا تتناسب ومصالحهم ودسائسهم اللعينة وكان هدفهم تكرار ما فعلوه بالمسلمين في الحروب الصليبية من الأعمال الوحشية لقد عششت هذه الأفكار في قلوبهم فهل يختلقون كافة الحجج ليخضعوا سياسيين بالكلمات المعصولة يبرئون بها أنفسهم ويصمون الإسلام بالبربرية ولقد خضع البسطاء والجهلاء وعشاق الفرنجة منا بتلك الأقوال المعصولة فتجرأوا علينا وشاركوهم في إلقاء اللوم على المسلمين دون أن يعرفوا أساس المسألة إن الجامعة الإسلامية تعني أن نكون مسلمين فاهمين للإسلام حق الفهم وهذا أمر يقض مضاجع الأجانب فإذا صار المسلم مؤمنا بحق وعمل بمفهوم الحديث الشريف سباب المسلم فسق وقتاله كفر فلن تستطيع الدولة الروسية سوق 200 ألف جندي مسلم بين جنوده لقتال المسلمين بل لن تستطيع الاحتفاظ بهم في ديار المسلمين خوفا من تكثير سواد المسلمين وسيرفض الجنود المسلمون أوامر الحرب المخالفة للإنسانية ولما تجرأت إنجلترا على إرسال الجيش المصري لمحاربة إخوانهم في السودان ولما أرسلت مسلمي الهند لمحاربة إخوانهم الأفغان ولذلك فإنهم يصفون الجامعة الإسلامية بصفة الإرهاب ليستغلوا المسلمين في تحقيق أطماعهم الفاسدة إنني أشعر بالأسف الشديد على إظهار الشباب من أصحاب العقول السليمة العجزة أمام مثل هذه المسائل وهو نوع من الانهزامية ولو أمعنا النظر لرأينا أن أكثر الدول المنشغلة بمسألة الجامعة الإسلامية هي روسيا وإنجلترا أي الدول التي تحكم كثيرا من الشعوب المسلمة إنهم يمارسون الخداع في هذه الأمور كي يستخدموا المسلمين في القضاء على المسلمين الآخرين لتحقيق مصالحهم فلو فهمنا معنى الجامعة الإسلامية حق الفهم لما بقيت هناك مسألة اسمها المسألة الشرقية وخلاصة القول إني أرى أن حقيقة الجامعة الإسلامية ليست على ما يظنه الأجانب بل هي شأن حيوي بالنسبة لنا نحن المسلمين ثم قلت بعد أن أبديت رأيي أود أن أسمع رأيكم قال السيد فضل حسين لا نرى ضرورة من إبداء رأينا في الوقت الحالي إلا أننا نريد أن نحصل منك على مزيد من النفع ذلك بأن الجامعة الإسلامية على الوجه الذي صورته لنا يحتاج إلى حام يحميه والدولة العلية العثمانية التي يفترض أن تكون هي الحامية إنما هي في وضع ضعيف لدرجة أنها عاجزة عن دفع راتب قنصلها في باتافيا وهو اسم جاكرتا قبل الاستقلال عاصمة اندونيسيا ثم إن أكثر القناصر القادمين هم من النوع الفاسد أخلاقيا إنهم يجمعون الأموال من المسلمين البسطاء ويصرفونها على ملذاتهم ومن يرى هؤلاء يصاب باليأس إن سوء الخلق من أولياء الأمور القادمين من دار الخلافة يدفعنا لليأس خاصة وأن المسلمين في هذه الديار يظنون بأن هؤلاء هم نواب الخليفة وإذا وصل إلى مثل هذه المناصب بعض الرعاع الذين تسموا بأسماء إسلامية دون أن تكون لهم أي علاقة بالإسلام فلا تعجب إذا حل الشقاق والنزاع وزال كل أمل في الجامعة الإسلامية الحقيقة أن ما قلته صحيح إلا أن مثل هذه الأحوال كانت في أيام عبد الحميد وأظن أن مثل هذه الأمور ستأخذ بعين الاعتبار قريبا وسيعين رجال يصلحون لمثل هذه المهام لقد هتك عبد الحميد حرمة المسلمين ملاحظة حتى عبد الرشيد فاتت عليه اللعبة التي قام بها اليهود والماسونيون كما فاتت على غيره من المفكرين العرب أمثال رشيد رضا ومحب الدين الخطيب المترجم ما العمل؟ إنه عمل سيء في الأمة الإسلامية وأمل أن لا يتكرر ما حدث سابقا القنصل العثماني محمد يوسف أفندي إمام مسجد الجاويين المعروف بالمسجد الرابع رجل مسلم طيب لقيت منه كل التكريم وتحدثت معه طويلا إنه من أهل البصيرة ومن الرجال المدركين لكثير من بواطن الأمور ولقد حدثني أنه قبل يومين كان الحديث في أحد المجالس عن القنصل العثماني المرحوم عطل الله أفندي وهو كروي من شهر زور في العراق أخو أبو بكر أفندي الذي بعثه السلطان عبد الحميد رحمه الله إلى جنوب أفريقيا ليعلمهم الإسلام بناء على طلب المسلمين عن القنصل العثماني المرحوم عطل الله أفندي الذي كانت له خدمات جليلة لمسلمي سنغافورا وكنا نرى لو أنه أرسلت الدولة العالية رجلا مثله لأسرعت سنغافورا لدعم الدولة العالية في كثير من المواقف ولأضيف أمل إلى حياة سنغافورا وذكر أحد الحاضرين اسمك وتساءل ماذا لو أن حضرة السيد قام بهذه المهمة وأجاب آخرون بأنهم سيسألون ليعرفوا فيما إذا توجد هناك إمكانية لتحقيق ذلك وإذا وجد من عنده إمكانية لذلك فنرجوه ونساعده وأخيرا وكلوني في أن أستشيرك في هذا الخصوص لو تحقق ما نريد لساعد أهل سنغافورا كلهم قلت أشكركم على حسن ظنكم بي نعم وأنا أريد أيضا أن يكون في هذا البلد قنصل عثماني ولكن يجب أن يكون إنسانا كاملا خبيرا في شؤون وظيفته ومجيدا للغة الأجنبية فالعمل القنصلي وظيفة كبيرة ومعروفة في السلك الخارجي ويجب أن يكون من يعين فيها خبيرا وعارفا بأسرار العمل أما أنا فقد نشأت على الطريقة العلمية ولا تتعد أهلية هذا المسلك وإذا لم يسند كل أمر إلى أهله فعلينا أن ننتظر الساعة إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ومع ذلك فإن رأيتم أن ذلك مناسبا فأرسنوا كتابا لوزارة الخارجية العثمانية ليعينوا لديكم رجلا على خلق عالي مثل عطاء الله أفندي ولا تخشوا شيئا إنهم لن يعينوا بعد الآن رجلا غير كفأ وأنا إذا وصلت إلى إسطنبول فسأكلمهم ليرسل لكم رجلا يليقوا بهذا المنصب الشيخ محمد يوسف لأهالي شبه جزيرتنا رغبة كبرى في أن يرتبطوا بمقر الخلافة ففي عهد عطاء الله أفندي كانت عندنا حيوية ولا أدري ماذا سيصير حالنا بعده إننا في حالة يرثالها إنه لأمر عجيب حقيقة فالدولة العالية لا تحسن اختيار من ترسلهم لمثل هذه البلدان إنهم يرسلون من يريدون أن يتخلصوا من شره إن سفراءنا وقناصلنا يثبتون فشلهم في كل مكان ذهبوا إليه لا يكسبون ود المسلمين في هذه الديار بل إنهم ينفرونهم منهم مغادرة سنجافورا سأغادر سنجافورا إلى كالكوتة مباشرة على متن إحدى البواخر التابعة لشركة أبكار قدم إلى الميناء بعض الذوات من الأئمة والأشراف وحجز الأخوة عيسى بهاء مقصورة ضمن لي بها سفرا مريحا وبعد وداعي الأخوة دخلت مقصورتي وأخبرت بأنه ليس في الباخرة من يعرف اللغة التي أتحدث بها وقام فضل حسين أفندي بتعريف الأماكن التي أحتاج إليها في الباخرة حتى مكان الخلاء وكذلك أشار إلى رجل قائلا بأنه سيقوم بخدمة وأعطان قائمة الطعام كتبت بالعربية أختار بالإشارة الطعام والقهوة التي أريدها من هذه القائمة كما دفعوا كافة المصاريف إلى أن أصل كالكوتة ونبهوني أن لا أعطي أحدا شيئا حتى أصل هناك وإنني سأجد رجالا يركبونني عربة يوصلوني فيها إلى منزلهم كل هذه الأعمال أفهمت للرجال العاملين في الباخرة ودعت الأخ فضل حسين وتحركت الباخرة فورا والطريق الذي سنقطعه 2932 ميلا الهند قبل وصولي إلى الهند لقيت في الباخرة كثيرا من الهنود وحاولت الحصول منهم على بعض المعلومات عن بلادهم وأنا في الباخرة سألت الأشخاص الذين تعرفت عليهم في المقصورة كانت أكثر الأجوبة التي سأسجلها هنا لا تتفق مع ما كنت أصب إليه ولكنها كانت غريبة حقا وفي أول مناسبة سألت مجوسيا لقيته صدفة فقال الهند مهبة سيدنا آدم أنزل الله تعالى آدم في سرنديب في أرض الهند فأول دار للخلافة في الأرض هي سرنديب وهي جزيرة سيلان أو سريلانكا الحالية إن مثل هذا الجواب من مجوسيا كان أمرا مستغربا بالنسبة لي والواقع أنني لم أكن أقصد من سؤالي سماعة مثل هذا الجواب بل كنت أريد الحصول على معلومات عن المدن والمباني والرجال ومع ذلك فقد كانت جواب لطيفا وكانت الأجوبة على كل ما سألت بعد ذلك هي من هذا النوع وسأقدم إليكم بعضها سألت أحد الطلاب فأجاب نقلا عن الإمام السيطي خير وادن في العالم وادي مكة ووادن نزل به آدم بأرض الهند الحديث قبل الله توبة آدم في أرض الهند أول الأنبياء الظهر في الهند أول ما نزل جبريل على أرض الهند العصى المباركة لسيدنا موسى عليه السلام هي من الهند إنها من شجر الرياحين أول ما اكتشف من الذهب والفضة والمعادن الثمينة في الهند أول ما عرفت صناعة الحديد في الهند وهي أول صنعة أنعم الله بها على عباده شجرة النارجيل التي شبهها القرآن بالكلمة الطيبة تجدها في الهند وفي القرآن لغة هندية إضافة إلى اللغة العربية السندس وطوبة من اللغة الهندية كالكتة هي عاصمة الهند التي يحكمها الإنجليز ملاحظة كانت كالكتة فعلا عاصمة الهند وهي المركز الإداري لمقاطعة البنغال كما إنها مركز تجاري كبير ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة وأول ما وطئت أقدامي من أرض الهند هي مدينة كالكتة حيث نزلت ضيفا على متجر الأخوة عيسى بهائي كنت في ضيافة إمامهم المولوي بدر الدين صاحب والمعلومات التي سأذكرها عن هذه المدينة تلقيتها من هذا الرجل إن كالكتة هي من أكثر المدن الهندية تطورا وأكبرها وأكثرها انتظاما وكانت قبل مئتي عام قرية صغيرة في وسط مستنقع فأصبحت الآن مدينة شهيرة تضاهي المدن الأوروبية إنها تسحر الألباب بمبانيها الضخمة وشوارعها الجميلة وحافلاتها الكهربائية وأنوارها وتزينها الأرصفة الجميلة العريضة وحدائقها الغناء ولا عجب في ذلك إنها مدينة حديثة أنشأها الإنجليز إلا أنه مما يبعث على الحيرة حقا هو وجود أزقة ضيقة ومتعرجة في وسط المدينة وبحالة شديدة من القذارة حتى الأزقة التي فيها المتاجر الكبرى مثل متجر الإخوة عيسى بهائي لا يمكن أن تمر فيه عربتان متقابلتان وفيها أزقة أضيق من ذلك كما إن فيها أزقة خاصة بالمشات أما عن القذارة والنجاسة فحدث ولا حرج فلا يمكنك أن تمر في الشوارع بسهولة بسبب الأبقار والثيران المتمددة هنا وهناك والنفايات والقاذرات التي تحدثها هذه الأبقار تزيدها قذارة إن الشعب الهندي بشكل عام لا يهتم بالنظافة إنهم يرمون النفايات في الأزقة وذات يوم كنت أمر من شارع شهير فصب أحدهم من فوق أحد البيوت قدرا من الماء وشعرت كأنه يصبه على رأسي إنها أحوال غريبة حقا وإذا نظر الإنسان إليها بتمعن أدركت طريقة التي يحكم بها الأوروبيون الأمم الشرقية وحتى الشارع الخاص بالصينيين بجوار المسجد الكبير يعطيك الانطباع أنه بؤرة الكوليرا في الهند لم أجد تعريفا يناسبك الكتة أكثر من هذا إن هذه المدينة الضخمة التي يعيش فيها مئة ألف مسلم لا يوجد فيها جامع كبير يفي بالحاجة والمسجد الذي يسمونه بالجامع الكبير هو أكبر المساجد ولكنه صغير جدا والواقع إن هناك مساجد صغيرة وجميلة ومع ذلك فلا تجد الجماعة إلا في الجامع الكبير وهذا الجامع لا تجد فيه إلا الفقراء أما الأغنياء والأشراف فلم تعود لهم صلة بالمساجد بكل أسف وفقراء هذا البلد أمرهم عجيب إنهم ينامون في المسجد طوال اليوم فإذا قام الناس إلى الصلاة قاموهم بمزاولة عمل التسول بين الصفوف وما أن يغادر المصلون المسجد حتى يسرع هؤلاء ويعودون إلى نومهم وإمام المسجد رجل مصري ملاحظة لا أدري لماذا تجاهل الشيخ عبد الرشيد الإمام العربي ولم يذكر اسمه رغم أن الشيخ علي أحمد الجرجاوي الرحالة الذي ذكر في كتابه الرحلة اليابانية بأنه زار اليابان وفي عودته اجتمع بإمام مسجد كالكتة الشيخ أحمد موسى المنوفي وأثنى عليه كثيرا المترجم وإمام المسجد رجل مصري يقوم بهذه المهمة بالوكالة وقراءته حسنة وليست له صفات ومزايا أخرى كما إن عمله لا يتعذى إمامة الناس في الصلوات الخمس مقابل أجرة معينة وفي أحيائك الكتة مساجد أخرى قديمة وفقيرة ولكن البركة تجدها في مثل هذه المساجد ففي بيوت الله هذه أئمة طيبون وبعضهم بمستوى العلماء وتزيد الجماعة فيها عن صفين أو ثلاثة أما بالنسبة للمدارس في كالكتة فليس هناك شيء يمكن أن يقال عنه مدرسة وهناك مدرسة عليا لكنها عبارة عن مبنى ضخم يفتقر إلى العلوم والمعارف والفنون والفضائر أما مدرسوه هذه المدرسة فهم مجرد قوالب لملابسهم عينتهم الحكومة الإنجليزية على حساب مسلمي الهند ومنحتهم الألقاب الطنانة مثل شمس العلماء وبدر الفضلاء وغيرها من الألقاب وخصصت لهم رواتب ضخمة إنهم يعرفون بعض الكلمات الإنجليزية ويترددون على المدرسة في ساعات معينة وهناك عدد محدود من المدارس الابتدائية ولكن الدراسة فيها غير منتظمة ولا يتعدى عدد طلابها العشر أو الخمسة عشر من أبناء الحي لقد زرت أكثر هذه المدارس وقابلت مدرسيها ومعلميها وتأكدت من خلو جعبتهم وكذلك التقيت بطلاب المدرسة التي يصفونها بالعليا واختبرت طلابها ولم أجد بينهم من يعرف كلمة عربية أو فارسية واحدة والواقع فإن تعلم هاتين اللغتين اختياري أما الإنجليزية فتعلمها إجباري هذه هي المدرسة العليا التابعة للمسلمين في العاصمة الهندية أما أوقاف المساجد فكثيرة شأنها شأن المساجد الأخرى في كل أنحاء الهند وإن إيرادات أوقاف هذه المساجد تشكل ملايين الليرات المجمدة في البنوك إلا أن المسلمين محرومون من الاستفادة من هذه الأوقاف وسيرد تفصيل ذلك في بحثنا عن الأوقاف ومن الطبيعي أن تكون معلوماتي عن مدينة كالكوتة محدودة أعرف أن المدينة هي من المراكز التجارية المهمة ولكن لا أعرف أنواع تجارتها وأما موقعها الجغرافي فهو خارج عن نطاق استيعابي سوى أنني أعرف بأنها تقع عند مصب نهر كانكا أو جانكا وهذا النهر مشهور جدا ومقدس لدى الهندوس ومنابعه في جبال هيمالايا ويعتقد مجوس الهند بأن هذا النهر ينبع من الجنة ويصب فيها وبناء على هذا الاعتقاد فإنهم بعد حرق الأموات يلقون برماد الجثث في هذا النهر وكانوا قديما يلقون بالجثث من دون حرق وبعضهم يلقون بالمرضى وهم أحياء فتتجمع هذه الجثث في كالكوتة إلا أن الحكومة الإنجليزية منعت ذلك لذا فإنهم يكتفون الآن بذر رماد الأموات بعد حرقهم في هذا النهر ويروا بأن بعض الناس في جهات البنجاب يرمون بأنفسهم في هذا النهر ليذهب بهم إلى الجنة مباشرة ومهما وجد مثل هذا الاعتقاد عند الأمم الأخرى إلا أنه قد لا يكون بهذه الفضاعة التي تجدها عند مجوسي الهند لقد منع رمي الجثث في النهر لذلك تجد هؤلاء المساكين يسبحون في النهر من الصباح حتى الغروب وحتى في الليل تجد المئات منهم يغتسلون فيه ويعتقدون أنه إذا حان أجلهم وهم في النهر فسيكون مصيرهم إلى الجنة مباشرة إنها اعتقادات غريبة حقا سكانك الكتاء إن القسم الأعظم منهم مجوس ويأتي المسلمون في المجتبات الثانية ثم الأجناس الأخرى وفيها الأوروبيون من مختلف الجنسيات ويشكل الصينيون حيا خاصا بهم وهناك عدد لبأس به من العرب أما الأتراك فلا تكاد تجد منهم أحدا وفيها شامي واحد ومن الطبيعي أنني سعيت للتعرف على أحوال المسلمين أولا ورأيت أن واجب الأول هو جمع المعلومات المتعلقة بهم إن الجهل في الهند يعم المسلمين والمجوس على حد سواء أما من جهة الدين فالتعصب الأعمى يجمع بينهم وفي الجانبين تجد أهل الثراء كما أن فيهما الفقراء أيضا وفقراء الهندوس شديدوا الفقر إنهم عرات لا يجدون ما يسترون به أجسادهم تشاهدهم يلتحفون الأرصفة والأحجار والطين في الليل والنهار وفقراء المسلمين يأون إلى المساجد لذلك تجد القليل منهم في الأزقة والأرصفة أما الهندوس فيفترشون الشوارع يأكلون وينامون فيها وإذا أردت أن تمشي ليلا فإنه يتعذر عليك السير فوق الأرصفة لأنها مغطاة بالبشر النائمين حتى قضاء الحاجة يتم في المكان نفسه لا غطاء ولا فراش نعم إن الهند من البلاد الحارة ولكن الرطوبة الدائمة تضر الجسم البشري ما هو سبب هذا الفقر الشديد يا ترى لم يغب هذا السؤال عن بالي أبدا سألت الكثيرين ولكنني لم أجد الجواب الشافي ومما لا شك فيه بأن مساحة ولاية كالكتة لا يمكنها إعالة 75 مليون من البشر وقيل لي بأن كثافة السكان في جهات بردوان قرب كالكتة تصل إلى 600 إنسان في الميل المربع الواحد ومن المؤكد أن يكون لذلك أثر كبير ولا ريب أن هناك أسبابا أخرى ولقد علمت أن عدد هؤلاء الفقراء المساكين في تزايد كما أن أنواعا كثيرة من الأمراض والعاهات تنتشر بينهم تجد فيهم الأحذبة والأعرجة والكسيحة والأعمى والمئات من ذوي العاهات المختلفة الأخرى يتقلبون على أحجار الأرصفة هنا وهناك إن الحكومة الإنجليزية التي هي أغنى دول العالم وأكثرها رقيا جمعت كل ثروتها من وارداتها في الهند ومع ذلك فإنها لم تفكر أبدا في أن تنشئ لهؤلاء المساكين دور عجزة أو دور إيواء كما إن جميع السياح الذين يأتون من أوروبا وأمريكا لا يكتبون كلمة واحدة عن هذا الموضوع فالأوروبيون لا يرون الجوانب الخريبة في الشعوب التي يحكمونها وحتى وإن رأوها فإنهم ينسبون التهمة إلى دين هذه الأقوام الشرقية فتجدهم يقولون هؤلاء كذلك إن دينهم يأمرهم بأن يكونوا على هذه الحالة فجمال عدد من الشوارع ينسبونه للإنجليز أما القبح والنقائص السائدة فهي من نصيب الدين الإسلامي كما إن كل ما يكتب عندهم يعتبرها الناس عندنا عين الحقيقة إنهم إذا رأوا هؤلاء الفقراء والضعفاء لا تتحرك فيهم عاطفة الرحمة والشفقة نعم ترى دور الكسالة التي أنشأها البولتستانت في كل مكان ولكنهم يقبلون العجزة بشرط اعتناق نصرانية في حين لا تكاد تجد بين الشرقيين أعرجا أو أحدبا أو ضعيفا تدفعه جهوته إلى الطعام إلى اعتناق دينا يخالف مشاعره إن هذا العام في الحضارة الأوروبية أمر محير حقيقة إن جميع هذه الحالات التي ذكرناها لا تراها في أرياف الهند أو قرها بل هي في مدينة كالكتة عاصمة الهند ومقر حكومتها الإنجليزية أما التعصب المذهبي الأعمى والفرقة بين مسلمي كالكتة فأمر مؤسف للغاية وإن كان هذا الاختلاف المذهبي ليس بالقدر الذي تجده عند المجوس ومع ذلك فإنه لأمر يدفع الإنسان إلى اليأس من مستقبلهم ففيهم عينات من الإمامية والإسماعيلية والإثنى عشرية والمذاهب الأخرى وقد سمعت من رجال موثوقين بأن جريدة الحبل المتين كانت تأخذ دعما ماليا سنويا من الإنجليز مقداره عشرة آلاف روبيا للعمل على زيادة الفرقة والهوة بين المسلمين أسف الشديد على إخواننا المثقفين الإيرانيين كان عليهم أن يرشدوا مسلمي الهند لا أن يخدعوهم ويغشوهم التدين لدى مسلمي كالكتة من بين أتباع هذه المذاهب فإن الإسماعليين البهرة هم أكثرهم تدينا وتمسكا ولا تجد بينهم فقيرا واحدا فالبهرة ليس بينهم فقير ومن النادر أن تجد فيهم شابا تاركا للصلاة كما أنهم يحافظون على صومهم أما التناصر والتعاون فهما موهبة وهبها الله لأهل هذا المذهب ولولا شدة بغضهم وعداوتهم لأهل السنة والشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لكان مستقبل الإسلام المشرق على يد الإسماعيلية أما السنة فأكثرهم من أتباع المذهب الحنفي وليس فيهم تعصب زائد ويراحظ عليهم التراخ في الدين وإهمال الصلاة أمر شائع فيهم ولا تزيد نسبة الصائمين فيهم على خمسين في المئة ولا يخلون من الخلاف فيما بينهم والتعاون والتناصر مع دمان عندهم وأما الإمامية والإثنى عشرية فما إن بدأ فيهم التطور حتى تركوا الصلاة ونسوا الصيام ومع ذلك فإن التعاون قائم فيما بينهم وهم يوقرون الكبير ولا تجد بين مسلمي الهند من ينحط إلى درجة كتمان دينه وحتى الذين تلقوا العلم في أوروبا ما إن يصل أحدهم إلى الهند حتى يعود إلى زيه الوطني ويقول أنا مسلم ومع أنه يهمل بعض الشعائر إلا أنه يفخر بإسلامه لا يمكن لأحد أن ينكر هذه المزية فيهم ولا تجد أحدا من مسلمي الهند يلبس القبعة على رأسه إنهم لا يرضون بمثل هذه الدنية وسيأتي التفصيل الخاص بالمذاهب لذلك اكتفيت هنا بهذا القدر ولم أجد في كالكتة رجالا يبحثون في الأمور الدينية التقيت بملقبين بشمس العلماء ولكنني لم أجد فيهم مزية يستحقون بها هذا اللقب ولقد تأكدت فيما بعد أن هذا اللقب وغيره من الألقاب الفضفاضة هي ألقاب رسمية أنعمت بها الحكومة مقابل ضمائرهم التي باعوها للحكومة نعم هناك تجار وهم رجال من أهل الدين والشرف ولكنهم يصرفون كل اهتمامهم على التجارة وجمع المال فإذا كان الحديث عن المستقبل استمعوا إليك قليلا ثم لا يلبثون أن يصرفوا وجوههم عنك إنهم ليسوا بمستوى تلك الأفكار والواقع إنني لم أمكث هناك كثيرا لذلك فإن حصولي على مزيدا من المعلومات كان خارج حدود إمكاناتي فأنا أجهل لغتهم وهم يجهلون العربية ومعرفتي بالفارسية ناقصة وجز الله هذه المعرفة الناقصة فقد مكنني الله بها أن أتفاهم معهم وألقي ببعض المواعظ في الجامع الكبير وبها تمكنت من التعرف على بعض الناس حب الضيف حب الضيف صار طبعا لأهل الشرق بوجه عام وللمسلمين بوجه خاص وخلال إقامتي في كالكتة لقيت تكريما كبيرا من الإخوة عيسى بهائي فقد فرشوا لي صالة خاصة بي وعندما كان أشراف المدينة يلجأون في الليالي إلى الجبال هربا من شدة الحر كانت المراوح الكهربائية تلطف حرارة الجو في الصالة التي أنزل فيها ويتناوب على خدمة رجلان يمشي أحدهما خلفي أينما ذهبت ويستأجر لي عربة إن كان المكان الذي أقصده بعيدا لا يربطني بهؤلاء الرجال شيء سوى الإسلام وإن التكريم الذي لقيته منهم بالرغم من أنني سني وهم من الشيعة دليل على حبهم للضيف كما إنني أضيف إلى ذلك أنه لم تكن بيننا سابق معرفة وأن علاقتنا تقتصر على الإسلام إنها رابطة علوية ليتنا نستفيد منها وعندما أبلغتهم رغبة مغادرتك الكتة أصر علي بأن أمدد زيارتي أيام أخر ولكنني قررت بيني وبين نفسي ألا أتراجع عن السفر فرجوتهم أن يسمحوا لي بذلك عندئذ بادروا إلى العربات الفاخرة الحناطير وأوصلوني إلى محطة القطار وحجزوا لي مكانا في الدرجة الثانية في قطار بنغالا الكبير كما دفعوا عني قيمة بطاقة السفر التي ستوصلني إلى بومباي عبر إله أباد ومانيك بور وجبل بور والمسافة التي سأقطعها 1349 ميلا وهذا أقصى ما يمكن أن يقدم للضيف إنني أرجو من الله العلي القدير أن يفتح بصائر أهل الإيمان وينعم عليهم بالإنصاف كي يقدروا به قيمة هذه النعمة العظيمة لا أجد حاجة للتعريف بمناطق الهند وأكتفي بالتفصيل لبعض النقاط المهمة وصلت إلى مدينة بومباي وهنا رغبت أن أتزيأ بزي الدراويش ليعرفني الناس على هذه الصورة ولم أرغب في النزول ضيفا في منزل الأخوة عيسى بهائي بالرغم من إبلاغهم من كالكتة بخبر قدومي برقيا واكتفيت بترك أمتعة عندهم وتوجهت مباشرة إلى مسجدي آل الميمني وقررت أن أقضي أيامي في زي الدراويش فأنا الآن في بومبي 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 من حيث الأساس هي بوابة الهند وهي إحدى أشهر المدن في الجهة الغربية وأكثرها عمرانا وهي أكبر موانئ الهند بالنسبة للقادمين من أوروبا وأفريقيا والقادم إليها عندما تطئ قدماه الأرض يرى قبالة الميناء المباني الضخمة وأرصفة الميناء والشوارع فيتخيل أنه في أوروبا شوارعها شديدة الانتظام وأزقتها عريضة ميادينها فسيحة وأرصفتها عريضة وتسير في شوارعها عربات جميلة وحافلات كهربائية إنها بحق مدينة عامرة وشهيرة ومع ذلك فإن هذا الانتظام وهذا الجمال يبقى منحصرا على القسم المخصص للأوروبيين وينتهي في محطة القطار وسوق الخضار وإذا تقدمت قليلا حيث جامع الجمعة ومسجد رنكاري وجدت الشوارع غير المنتظمة والأزقة الضيقة والنجاسات والقاذورات فالنظافة تبقى حكرا على الأوروبيين بالرغم من أن كثير من الأوروبيين يسكنون الأحياء الداخلية أيضا ومع ذلك فإنهم يرجعون القذارة والنجاسة إلى دين هؤلاء الناس فيقولون إن القذارة يأمرهم بها دينهم وكل هذا لا يمنعنا من أن نقول بأن بومبي جميلة جدا وهواءها لطيف مقارنة بمدينة كالكتة في بومباي يقرب عدد السكان من المليون ويسميها الهندوس مميء وهو محرف من الصنم المدعو مماديو وأكثر الناس يكتبونها بمبي أي مرسسف ويقول البعض بأن هذا الاسم أخذته المدينة من البرتغاليين إلا أن الرحالة المسلمين في القرنين السادس والثامن الهجريين كتبوه على هذه الصورة وهذا يرجح كون هذا الاسم من صلب اللغة الهندية وسكان بومباي يتشكلون من الأمم المختلفة فثلثهم من مجوس الهندوس البراهما وأكثر من الثلث مسلمون والربع من الفرس الزردشت والباقي من الإنجليز والأجانب الآخرين ولما كانت الأمطار لا تنقطع في الصيف أو في الشتاء فإن بومباي والمناطق المجاورة لها جنة خضراء تطفي عليها أشجار السر الباسقة لطافة متميزة وتكاد بومباي تختص بكثير من أنواع الفواكه والأشجار المثمرة ويجد الإنسان الغريب في هذه المدينة كثيرا من الأمور والأطوار الغريبة تشده ويستغربها هندوس أجسامهم عارية مصبوغة بألوان مختلفة وعلى رؤوسهم لفائف ضخمة وخطة وجوههم بخطوط كثيرة وفرس على رؤوسهم قبعات طويلة وهؤلاء من عبدة النار وأفغانيون تعلوا رؤوسهم عمائم ضخمة وجيش من ذوي العاهات فهذا لا ذراع له وآخر مبتور الساق ومئات من العور والعميان إنه أمر عجيب حقا يمسكون بأكتاف بعضهم البعض ويمشون مجموعات من ثلاثة أو أربعة أو أكثر إنها مناظر مؤسفة ومحزنة بين بني البشر مسلمو بومبي أما مسلمو بومبي فينقسمون إلى مجموعات وطبقات عديدة خواجكان بواهر نوايت النوطة في الأصل هو البحار ميامن إيرانيون غرباء إن أكثر المثقفين المحليين يعملون في الدوائر الحكومية والبنوك والمكاتب وفيهم بعض السياسيين وهم طبقة النخبة يستغلهم الإنجليز بصورة دائمة وأكثرهم متوسط الحال وتعتمد الحكومة عليهم بالدرجة الأولى أما البواهر فهم البهر الذين تقدم ذكرهم بينهم أغنياء كثيرون وهم منظمون تنظيما جيدا يملكون كثير من الأموال شديد التدين وفي فترة من الفترات حاول رجل اسمه حسن آغا خان إضلالهم ولكنهم استطاعوا التخلص منه وعادوا إلى الصلاح والعلوم العربية شائعة عند هؤلاء البهر والدراسة الرسمية في معاهدهم العليا هي باللغة العربية أما اللغة الإنجليزية فتعتبر عندهم بمثابة اللغة العلمية وكلمتهم عند الحكومة مسموعة بفضل تضامنهم لأنهم منظمون والواقع فإن البهر قوم متضامنون وأما النوايط فهم قراشيو الأصل خرجوا من المدينة المنورة فرارا من ظلم الحجاج بن يوسف واستوطنوا في سواحل البحر الهندي إن الكثير من مشاهير علماء الهند هم من طبقة النوايط ومنهم الشيخ علي بن محمد المهائم صاحب التفسير ومهايم مدينة تتبع ولاية الدكن قرب بومبي والمفتون والقضاة يعينون من بين أفراد طبقة النوايط والمسجد الجامع في بومباي هو مسجدهم وأما الميامن أو الميمنيون فهم أغنياء بومباي ورغبتهم في العلوم قليلة بشكل عام ولكنهم معرفون بالصلابة الدينية غير الواعية فيهم كثير من الرحالة والتجار وهم في الأصل من المؤلفة قلوبهم وعندما عرض عليهم الإسلام قبل الدخول فيه ببعض الشروط ومنها حصر أموال الميت في الذكور دون الإناث وهم يتمسكون بهذا الشرط إلى يومنا هذا أما الإيرانيون فهم من العجم الإثنى عشرية خرجوا من إيران قديما واستوطنوا في أنحاء كثيرة من الهند والمثقفون هم من هذه الطبقة وبعد تقادم العهد صاروا من المواطنين الأصليين وأما الغرباء فهم من أتباع مذاهب شتى فمنهم الوهابي ومنهم البابي ومنهم أهل الحديث ومنهم القادياني ومنهم الآغاخاني وغيرهم وغيرهم فالإنجليز بأموالهم يسعون إلى إكثار المذاهب وفي مدينة بومباي عينات من كل المذاهب وهم يعرفون بالغرباء المساجد في بومبي من المعروف أن بومبي مدينة إسلامية وفيها مساجد جميلة ومنتظمة ومنها المسجد الكبير المعروف بجامع الجمعة وهو مسجد النوايط الذين سبق ذكرهم ومن النادر أن تجد في الهند مساجد بهذه السعة وتسرج فيه ثمانية لوكسات وواردات أوقافه السنوية تصل إلى ثمانية آلاف ليرة وأكثر النوايط شافعي المذهب ولهم اتصال دائم بحضر موت واليمن ومن المؤكد أنهم نسبا من العرب والسيد المولوي عبد المنعم صاحب إمام وخطيب هذا الجامع معروف بين علماء بومباي بذكائه وبعلمه وفضله ويجيد اللغة الإنجليزية وهو إنسان معروف في الأوساط الرسمية وميال للسياسة الإنجليزية حتى أن بعضهم يتهمونه بالعمل لحساب البوليس السري إنه لا يذكر في الخطبة اسم الخليفة وسمعته في الدعاء يقول اللهم انصر سلطان المسلمين وجيوش الموحدين اللهم انصر من نصر الدين وقد كرر ذلك ثلاث مرات وذات يوم من أيام الجمعة سألته هل هناك مانع من ذكر اسم الخليفة قال ليس هناك مانع رسمي ولكني لا أجد رواية بلزومه بل لجوازه ومع ذلك فإن هذا السؤال مناسبة لكي أعرف رأيك أريد أن أعرف رأيك في مدى جوازه ليس هناك أدنى شك في جوازه وتعلم بأنه ليس من الأمور المبتدعة حديثا وإذا لم يكن هناك من دليل مقنع فأظن بأنه يكفي ما رأاه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وإذا كانت للمؤمنين حاجة عامة في العصر الحاضر فهي استمرار رابطتنا بمقام الخلافة فإذا دعونا الله تعالى أن يحقق حاجتنا هذه في مثل هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء فلا أظن أن إنسانا مسلما ينكر حسن هذه الدعوة وأنت أيضا لا تنكر ذلك نعم وأنا لا أنكر ذلك لكن القناصل الذين هم بمثابة أوكلاء لخليفة المسلمين ينفروننا من ذلك المقام عندنا الآن شهبندر أي قنصل لم نره في المسجد ولو لمرة واحدة حتى صلاة العيد لا يصليها مع المسلمين يلبس القبعة على رأسه ويتأبط زوجته ويمشي دون أن يسلم على أحد من المسلمين أليس من الخزي والعار على الخليفة بأن يكون وكلاؤه على شاكلة هؤلاء؟ صرت أصاب باليأس كلما أراهم وأربأ بنفسي عن ذكر أسمائهم في هذا المقام المقدس لا يمكنني أن أشاركك الرأي في هذه النقطة فنبينا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام أرسل الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق وقد نزلت فيه آية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا الرجل الذي ثبت فسقه بالنص استعمله عثمان رضي الله عنه كما استخدم سيدنا عمر بن الخطاب قدامى بن مضعون عاملا على البحرين مع أن عمر جلده بسبب شربه الخمر متأولا وقد كان قدامى من أهل بدر أما المختار بن أبي عبيد الذي عينه سيدنا علي واليا على المدائن فقد جاء إلى علي بالبصرة قال بأنها من أجور المميسات وهذا الرجل كان أفسق من وليد فإذا كان الخلفاء الراشدون قد استعملوا مثل هؤلاء في صدر الإسلام فلا يحق لك أن تتهم الخليفة بجريرة القناصل خاصة وأنك سني فلا يمكنك أن تطعن بالخلفاء الراشدين وهم من العشرة المبشرين بالجنة عندما أجبته بمثل هذا الجواب كنت متضايقا ومحتدا بعض الشيء فأضفت قائلا كيف تجيز لنفسك عملا تخالف فيه عموم العلماء في الهند كان جواب المولوي عبد المنعم صاحب لينا فقال وهو يحرص على أن لا يخرج من دائرة الإنصاف أرجو أن تحافظ على اعتدالك إني أحترم مقام الخلافة ولست من أتباعي أي رأي فاسد وإني أريد أن أبدي لك رأيي بنية الاستفادة فإذا قلت أنك تخالف علماء الهند فبإمكاني أن أرد بأنهم رجال ونحن رجال والذي أريد أن أؤكده لك أن عموم أهل الإيمان يحسنون الظن بمقام الخلافة وعلى الخصوص مسلمي الهند فإنهم يكنون المحبة والإحترام لخلفاء آل عثمان صحيح إنهم لم يتعرفوا على محمد رشاد بعد ولكنهم كانوا يعظمون مقام عبد الحميد حيث إنه حاز على مكانة خاصة في قلوب مسلمي الهند لجهوده بمد الخط الحديدي الحجازي إننا نقدس مقام الخلافة من صميم قلوبنا وإن الذي على ألسنتنا وراءه حب في قلوبنا أكبر وأعظم وهنا فارقتهم ودعا في أمان الله وتلحق بجامع الجمعة مدرسة صغيرة ومكتبة والمدرسة جيدة ولكن عدد طلابها لا يتجاوز العشرين تعرفت على أحد مدرسيها وهو المولوي غلام أحمد صاحب وتبادلت معه الرأي إن هذا الرجل قلق على الأوقاف وفي المكتبة قرابة ثلاثة آلاف من الكتب الإسلامية وبعضها من الكتب النادرة وقد وجدت كتاب الثمر المرضية للفارابي والمعارف لابن قتيبة وصفوة الصفوة لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي وتلخيص الحقوق وملوك العرب قبل الإسلام لكاظينبك إنها مكتبة جيدة بالمقارنة مع مكتبات بومبي ولكن لا الجامع ولا المكتبة تتناسب وواردات الوقف التابع لهما وهذا ذليل على أن النوايط متأخرون عن بقية مسلمي الهند وأترك التفصيل في الموضوع إلى بحثنا عن الأوقاف